بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على بغوث الرحمة العالمين بعض الناس يقول لي دعاء يقوله للنصرة يعني للطلب النصرة من رب العالم سبحانه وتعالى على الظالم يعني يقوله المظلوم لينتصر به على الظالم فأنا سأقول لحضراتكم أدعية من السنة أو نصائح من السنة يفعلها المظلوم لينتصر لنفسه أو ليحمي نفسه من الظالم طبعا يعني يحبز أن المظلوم يعني يحاول أن ينصح الظالم فإذا لم يقتصر وينتهي عن ظلمه ففي هذه الحالة يعني يجوز له أن يدعو عليه ولكن ربنا سبحانه وتعالى يقوله ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور فالصبر على الظالم وعدم الدعاء عليه أفضل عند الله سبحانه وتعالى من الدعاء عليه وإن كان يجوز ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه دعوه على الظلم كثيرا لكن في أحيان كثيرا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصبر ويخفر ويقول لله مخفر لقومه فإنهم لا يعلمهم لكن إذا استحكم الأمر ولم يجد الظالم بدا من أن يدعو على المظلوم فالله أن يفعل ذلك وقال عليه السؤال سبحانه وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من دعا فقد انتصر ربنا بيقول ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل فمعناه انتصر أنه يروح يقتص من الظلم يادا بالقوة أو بالعنف أو لا بالدعاء بس لأن دعوة الظلم المظلوم لا ترد يرفعه سبحانه وتعالى فوق الغمام وثم يقول لها وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فالدعاء الأول موضوع قوي جدا ومن أقوى الأدعية الذي ينتصر بها المظلوم على الظلم وأكبر شيء أنه ذكر في السنة في أكثر من موضع وده يؤكد قوة هذا الدعاء أولا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث كان في من قبلكم ملك له جليس أو ساحر فقال له هذا الساحر أو الجليس كبر السني ودنى أجلي فأدفع لي غلاما لأعلمه السحر فدفع له غلاما فدفع هذا الرجل هذا الغلام إلى سحر ليعلمه السحر فكان يذهب إليه هذا الغلام وكان يمر في طريقه على راهب فيدخل عند الراهب فيستمع إليه ويعجبه كلامه وكان يتأخر هذا الغلام عن الساحر فكان إذا ذهب للساحر يضربه الساحر ثم إذا رجع دخل عند الراهب واستمع منه هذا الكلام فيتأخر عن أهله فإذا ذهب إلى أهله ضربه أهله وقل له لم تأخرت فقال له الراهب إذا ضربك الساحر قل له حبساني أهلي وإذا ضربك أهلك قل لهم حبساني الساحر وفي مرة من المرات الغلام وجد دابة عظيمة وكبيرة تمنع الناس من المرور في الطريق فقال في نفسه اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر ثم رمي بالحجر فقتلت الدابة ومر الناس فأخبر الغلام الراهب بما حدث فقال له الراهب أنت الآن أفضل مني وإنك ستبتلى فيذا ابتليت فلا تدل فلا تدل عليه فلا تدل عليه فأصبح هذا الغلام ولي من أولي الله الصالحين يبرع الأكمه والأبرص بالدعاء وكان للملك جليس كان الملك كان الملك جليس أعمى فسامع بهذا الغلام فقال له أدوى الله لي أن يشفيه من العمى قال له آمن آمن بربي وأدعو لك فآمن هذا الأعمى بالله سبحانه وتعالى فدع له فشفي فقال له الملك كيف شفيت من العمى أو من الذي شفاك قال له شفاني ربي وربك قال له أولك رب غيري قال له نعم ربي وربك الله قال له من الذي علمك هذا فقال أبى أن يقول له فعذبه حتى دل على الغلام فأتي بالغلام فعذب الغلام عذابا شديدا حتى دل على الساحر فأتي بالساحر فقال له من ربك قال ربي الله فدل على الراهب أسف فقال له الملك ألك رب غيري قال له نعم الله ربي وربك فطلبه أن يكفر بالله قال له لا فوضع المنشار في رأسه فنشر حتى إلى قدميه ولا حول ولا قوت اللي بقى ومتى شهيد ثم أتي بالأعمى فطلب بينه أن يكفر بالله فأبى فنشر بالمنشار بين من مفرق رأسه إلى قدميه ثم أتي بالغلام وهذا الغلام يسمى تامر رضي الله عنه فقال له أكفر بالله وأمن به قال له لا قال له سأقتلك قال له يعني افعل ما تشاء فأمر به الناس فأخذوا به إلى جبل وقال لهم هدهدوا من فوق الجبل فقال الغلام وهو فوق الجبل هو فوق الجبل اللهم اكفينيهم بمشت فاحتز الجبل الجبل اهتزازا شديدا فوقع الظلمة ورجع الغلام بنفسه إلى الملك فقال له أين 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 جنودي الذين كانوا معك وكيف لم تموت أو كيف لم تقتل قال له كفاني الله شرهم فقال واخذوه إلى عرض البحر في سفينة أو في مأت ثم ألقوه في البحر فقال الغلام هو في عرض البحر اللهم اكفينيهم بما شئت فغرقت السفينة ورجع الغلام سالما إلى الملك بنفسه فقال له قال له إنك لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا إلا إذا أردت أنا أو سمحت لك أن تقتلني فإذا أردت أن تقتلني فاجمع فاجمع الناس في صعيز واحد ثم ثم سأقول لك كيف تقتلني ففعلا جمع الناس فقال له أضربني بسهم وقل باسم إله الغلام واضربني بالسهم ففعلا ضربه حارس أو الموكل عن الملك بسهم وقال باسم إله الغلام أو باسم رب الغلام وضرب بالسهم فنزل السهم في صدق أو في فمات الغلام وطبعا الناس أو أهل 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 المدينة كلهم كانوا مجتمعين يشهدون هذه الواقع الله حوال الله فأسلم أهل المدينة عن بكرة أبيهم مدينة كلها أسلمت فحفر هذا الملك أخدودا عظيما به نار ويقز في المؤمنين في النار وهذه قصة تامر الشهيد قصة سورة البروج هل أتاج حديث البروج لآخر السورة قوة الأصحاب الأخدود والنار ذات الوقود إذ هم عليها قوة وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود إلى آخر السورة حتى أنه قطي بمرأة عجوز مرأة لها صبي ليلطى بها في النار فنقصت فأنطق الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الغلام فقال لها يا أمي اثبتي إنك على الحق ويقال في بعض الروايات أنهم عندما قصفوا المؤمنين في هذه النار كما ذكر مفسرون أن يأخذ الله أو قابض الله أرواحهم قبل أن تمساهم النار ثم سعدت النار وحرقت الكفار الذين كانوا في البنية الله أعلم لكن طبعا الرأي الأرجح يعني لأن رب الله سبحانه وتعالى بيقول فلهم عذابوا جهنم ولهم عذابوا إن هذين فاتوا المؤمنين ومؤمنين ثم لم يتوبوا فلهم عذابوا جهنم ولهم عذابوا الحريق لكن قالوا أنه الحريق ده كان في الدنيا وجهنم في الآخر لكن الأصح طبعا إنه ما قلنا في أولا الشاهد هنا دعاء اللهم كفينيهم بما شئت الدعاء ده عظيم جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا دعا عندما أراد سراقة سراقة ابن مالك رضي الله عنه قبل أن يسلم وكان فارسا مغوارا يعني عندما قال القريش من يقتل محمدا له مئة ناقة عندما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر فالوحيد الذي كان كاد أن يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم هو سراقة ابن مالك فعندما اقترب سراقة ابن مالك من الغار وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مختبئا في الغار هو أبو بكر دعا عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم مكفينيه بما شئت فساخت أخضام الفرس في الأرض وكاد سراقة أن يموت فعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ممنوع من قبل الله سبحانه وتعالى أن يستطيع أحد أن يصل إليه فقال له فقال له يا محمد لن يصيبك مني سوء وطلب منه السماح والأمام فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع يا سراقة ولك صبيري كسرة ففعلا رجع سراقة وبعد ذلك أسلم وفي عهد عمر بن الخطاب رجع عنه أطيب السراقة بن مالك وأهدى له عمر بن الخطاب رجع عنه صبيري كسرة عندما فتح الله سبحانه وتعالى بلاد فارس وتحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوت الرسول صلى الله عليه وسلم المهم من الرسول صلى الله عليه وسلم هنا وسراقة بن مالك كان فارسا مجوارا فبالدعاء ده قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ونفس الدعاء ده قالوا الشهيد تامر اللي احنا قلت قصته دروقته في صوت البروج ويقال إن ستامي رضي الله عنه وجدوا جثته في عهد عور المخطاب رضي الله عنه في الأرض مدفونة وجدوه مبتسما يضحك وضع يده على صدغه كلما رافعوا هذا اليد عن الجرح نزل الدم يتتركوا اليد رجعت مرة أخرى إلى الصدغ فانحبس الدم شوفوا كرامة الأولاء وكرامة الشهداء الولد ده أسلم أسلمت المدينة كلها بسبب هذا الولد في ميزان حسنة كل هذه المدينة في ميزانه يوم القيامة فشاهد هنا الدعاء طبعا فيها أدعية تانية في السنة كان رسول صلى الله عليه وسلم يدعوها هو أصحابه اللهم اجعل كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدبيرهم بس دعاء ده يقالها يقولها كافر على مؤمن على كافر هو أحد يصيبه ويصيبه ظلم شديد من شخص يريده أن يقتله يعني ليس ظلم يعني الله ما اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدبيره ده من الأدعية قوية جدا لكن ليس ما يقوله يعني واحد بيظلمه رئيسه في الشغل يعني حضراتكم يعني ممكن تقول دعاء الأول لكن دعاء التانية يقول واحد يعني يريد أن يقولها كلمة حق عند السلطان جائر يريد أن يقتله أو إنسان طاغي ظالم والعزو بالله في أربع أذكار مهمة جدا أربع أذكار مهمة جدا طبعا أنا أقولها تفصيلا وإجبالها حتى لا أوطيل عليكم لكن اكتب في متصفح جوجل أربعة أذكار لو قلتها يوميا لن تصب حادثة أو مصيبة وإن لم تقولها يوما واحدا فتوقع مصيبة في هذا اليوم اكتب كلام ده هتلاع لك أربع أذكار في غاية الأهمية يوميا لن تصب بمصيبة من السماء أو الأرض ولن تصب حادثة أو يلدغغ عقرب أو ثعبان أو كلب غفل عنها كثير من الناس فأصابهم مصائف كثيرة جدا بسبب غفل عن زين الأذكار زين أربعة أذكار تكتب بماء الزهب فاكتب في متصفح جوجل أنا حابة حوالها إن شاء الله أحطوكم من الكلام ده في الوصف بتاع الفيديو حاول حوالكوا أربعة أذكاري لو قلتها يوميا لن تصب حادثة أو مصيبة ولو لن تقولها يوما واحدا فتقع مصيبة في هذا اليوم الحاجة اللي بعد كده واللي هي أهم الأشياء على الإطلاق صلاة الفجر في جماعة قالوا سبحانه قالوا عليه الصلاة الصلاة في الحديث صحيح ما تصلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أكتر الناس بتصب المصائب لأنه بيستخف وبيستهزئ بعزان الفجر إما لو بينام غيرت ما بتطلع الشمس دي كبيرة من أكبر الكبائر أو أن هو بيصح يصلي الفجر بجنب السرير وينام تاني وهو سمع الأزان ويستخف ويستهزئ بالأزان ويروح يصلي في الجامعة وقال عليه الصلاة السلام من سمعا أدخل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممتوا وانأمروا بالصلاة فتقام ثم أمر رجلنا ليصلي بالناس فهم آموا ربي حاطبا فيحتبطهم أنطلقوا مع رجالهم معهم حزموا من النار فأخالفوا الأقوام لا يشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم وقال عليه الصلاة السلام في الحديث الصحيح من سمع النداء فلم يمنعهم أن يأتي عذر فلا صلاة له فراية فراية الأخرى لم تقبل منه الصلاة والتي صلها صلاة لا تقبل وقال سبحانه وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث وهذا الحديث سأقل أمام التبراني وصححه أحمد شاكر رحمه الله في المسند حديث صحيح ولو أنا رجلا دعا الناس إلى عرق أو مرمتين في المسجد لأجابوه أنهم لو دعونا إلى هذه الصلاة في جماعة فلا يأتونها ولقد هممت أن أضرمها عليهم نارة ولا يتخلف عنها إلا منافقة إذلك صلاة الصبح في الجماعة كان السلف الصالح أن الصحابة والتبعين لوحب منهم إذا كان ذاهبا أن يجاهد في سبيل الله أو لأي شيء أو ليقول كلمة حق عند سلطان جائر يقال له هل صلاة الصبح في جماعة فيقول نعم فيقول اذهب فأنت في معاية الله وكان في الله لأن لن يصيبك سوء في هذا اليوم لذلك عصابنا البلاء وعصابنا وعصابتنا المصائب والأمراض بسبب الاستخفاف والاستهانة والاستهزاء بصلاة الفجر في جماعة لذلك أعظم الأشياء على الإطلاق هي الصلاة الفجر في جماعة لأنها تعطيك كما قلت ساليفا تعطيك النور العظيم قال العاية الصلاة صلى الله عليه وسلم بشر المشاقين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة في رواية بالنور العظيم يجب إذا أن الصلاة الفجر في جماعة تعطيك النور العظيم يجعلك يجعلك تمر كالبرقة أو كلعمح البصر على الصلاة وانا فأنتمتلك الصلاة ده طوله مصيرلة 15 ألف سنة يضرب عن ماتن جهنم وجهنم مظلمة شديدة الزلمة يخرج منها شر كالقصر كأنه جمالة صفر هتمشي إزاي على الصلاة دون صلاة الفجر في جماعة انت بضيع منك النور العظيم وبضيع منك معية الله وانصلة الصبح في جماعة ففي ذمة الله أي في كانب الله وحراسة الله ومعية الله فانضيع صلاة الصبح في جماعة ليس في ذمة الله ليس في كانب الله ليس في حراسة الله في لأنه تخلى عن رب العام يصفحة تعالى فهتخلى الله عنه فدي أهم شيء تحميك من الظالم فأنا أحاول أكتب لكم كلام ده في الوصف إنسخون شرون الشهاد العمي في التوابع العظيم اللي علم علما في النهو أجر ونعمل بها من قيامة لا أقول ذلك مجموشيش تفعيل الجرس وإشراك في قناة لأسالكم كل جدير والسعادون عشر سنة روية أقول قولي هذا استغفر الله لكم